بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة احنا في البناء لازم نكون عندنا ارادة ونفس الوقت لازم يكون عندنا ادارة وعشان كده احنا بنتكلم عن بناء الانسان وده هدف سامي لكن هو في نفس الوقت لازم يكون عن بصيرة ووعي وعشان كده احنا ماشيين في مسألة بناء الانسان على فلسفة الاخلاق والقيم وقبل كده اتكلمنا على ان الاخلاق بتتكون من ثلاث عناصر العنصر الاولاني عنصر الارادة والنية والعنصر التاني عنصر القيم اللي احنا بنبقى عايزين ننقلها لانعنصر التالت وهي السلوك فاي خلق في ارادة وقيم بتتحول الى سلوك وإحنا قبل كده اتكلمنا عن القيم التلاتة العليا وهي قيمة الرحمة والخير والجمال وقلنا سبحان الله ان القيم التلاتة العليا دي اللي موجودة في الاسلام هي قيم فعالة واخد التجليات كتيرة ولكن من القيم اللي حصل فيها تجليات كتيرة الحداشر قيمة الفعالة اللي الناس كلها متفقين عليها في عصرنا الحديث ايه بقى العشر الحداشر قيمة دولة؟ اخدنا اربع قيم كانوا تحت قيمة الرحمة ايه هي؟ كان عندنا تحت قيمة الرحمة واحنا بنتكلم عنها كان عندنا قيمة التسامح وكان عندنا قيمة المحبة وعندنا قيمة كمان كل القيم اللي كانت فيها معنا بيوصلنا الى ان الواحد يبقى رحيم واحد يبقى ودود فعندنا التسامح وعندنا المحبة وعندنا كمان كل القيم اللي بتخلي القلوب رقيق وصلنا الى القيم الاربعة اللي كمان بتكون في قيمة تحت قيمة الخير فوغدنا القيمة الاولانية هي قيمة التعاون وتكلمنا عنها في الاسبوع الماضي والنهاردة هنتكلم عن القيمة التانية من قيم التعاون يبقى عندنا التعاون وعندنا كمان الاتحاد وعندنا قيمة النزاهة وقيمة المسؤولية يعني إذا أردت أن يكون ابنك إذا أردت أن يكون مرؤوسك إذا أردت أن يكون تلميزك شخص خير اجعله شخصا متعاونا شخصا يحسن الاتحاد شخصا نزيها شخصا أيضا مسؤولا وإحنا نتكلمنا عن التعاون والنهاردة نتكلم على قيمة عجيبة قيمة تخلي الإنسان حاسس بمعنى المدد قيمة تخلي الإنسان حاسس بمعنى ليه الله سبحانه وتعالى خلقنا متنوعين ومتعددين قيمة هتجد فيها معاني من الرقي لا تجدها في قيمة أخرى مثل هذه القيمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيوة نتكلمنا عن قيمة الاتحاد قيمة الاتحاد دي قيمة في الحقيقة بتخلي الإنسان يحافظ على كرمته يحافظ على وجوده قيمة بتتضمن عدة معاني معاني الاتفاق إن احنا متفقين على إن احنا مجتمعين على إن احنا بننا اندماج إن احنا بننا التقاءها لهدف واحد كل المعاني دي موجودة في قيمة الاتحاد وإذا ما صادف إن في جماعة فشل فإن احنا على طول بنعرف إن لا يمكن يكون الفشل ده جاي بسبب أصوات اللي مختلفة فيها ولكن أصوات اللي بعد ما احنا اجتمعنا جات اعترضت وفرقت الناس عشان كده لو كنا في أمر ووصلنا فيه إلى قرار جماعي كل الناس خلاص بتبقى متفقة ولذلك تجد الكلام ده في الفتوى الجماعية تجد الكلام ده في عمل الفريق تجد الكلام ده في عمل الأطبة ما ينفعش إن احنا بعد ما اجتمعنا حد ييجي يخرج ويعمل إيه ويعترض ويقول والله الكلام ده ما يلزمنيش والكلام ده أنا مش موافق عليه ليه؟ ليه ده ما ينفعش ده ما ينفعش لإن ساعتها هو بيمزق الفريق بيضيع الاتحاد بيضيع القوة ولذلك جرى كلام الناس على إن الاتحاد قوة ولذلك إن الناس لو اتحدوا بتكون نسب النجاح فيهم أكبر وهو ده اللي خلينا نفهم معنى يد الله فوق الجماعة يعني يد الله فوق المتحدين فلما يكونوا الناس متحدين إيه اللي يحصل؟ يحصل لهم احتمالية الفرصة بتكون أكبر احتمالية النجاح بتكون أكبر احتمالية الراحة بتكون أهبكة ولذلك شوفوا سيدنا أبو بكر في الحالم مع سيدنا عمر سيدنا عمر بيكلموا على جمع القرآن إن جمع القرآن ده بيعمل حاجة ما كانتش قبل كده ولكن لما يحس إن الاتحاد على فكرة جمع القرآن هتوصل الناس إلى رخاءهم بيتحد معاه ويبقى القيمة زادت قيمة قيمة الصديق مع قيمة الفاروق تخيل كده لما القمتين الجمع على بعض آه لا ده قيمة إضافية كتير ولذلك الاتحاد هو تعظيم للتنوع ما بين البشر فالاتحاد أعظم وسيلة للتكامل بين الناس ولذلك التكامل بين الناس لما الناس بي عندهم قيم متنوعة لما يتحدوا الناس فكرة إن الاتحاد قوة لأنه أشد صلابة وأشد في العنف وأشد في استعمال العنف لا 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 الاتحاد قوة لأنه بيجعل الأشياء متنوعة فيجعل مداخل متعددة مجتمعة في تصير حالة واحدة عارف الاتحاد جاي منين جاي قوته من إن إحنا بن نصبح كالوحدة الواحدة في قوة تماسكها وعشان كده الناس بيصبحوا كالسبيكة الشديدة التماسك لما يحصل بينهم اتحاد متنوعين مختلفين ولكننا متحدين فالناس تقول مين اللي أعطاهم القوة دي ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا وكأن اللي بيروح ويتحد مع غيره بيأكد حاجة غريبة أوي إن اللي بيجمع المتنوعين دوله هو الله فيارى الله سبحانه وتعالى فيتمسك بحبل الله الذي جمع المتنوعين كما أنه خلقهم مختلفين هو الذي جمعهم ولذلك لا يفرق ما بين مجتمع لأن الله سبحانه وتعالى إذا جمع لا نستطيع أن نفرق يبقى الناس لما تعرف قيمة الاتحاد بتوصل بتوصل لإيه؟ بتوصل لتوحيد الله من أوسع الأبواب اللي ممكن نوصل بها إلى التوحيد هو الاتحاد إذا تعلمت أن أنت تتحد مع غيرك فبيتكشف لك حاجة غريبة أوي ولكن الله ألف يبقى إيه اللي حاصل؟ مين اللي ألف ما بين القلوب وجمعها؟ الله سبحانه وتعالى يبقى ساعتها يظهر للعباد جمال فعل الله في القلوب وجمال فعل الله في الاتحاد يبقى إيه إذن من أوسع أبواب توحيد رب العباد الإيمان بقيمة الاتحاد من أوسع أبواب توحيد الله سبحانه وتعالى الإيمان بقيمة الاتحاد ولذلك شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جيت كلم على الأشياء اللي بيستحق الإنسان علي العقوبة قال والمفارق لدينه المفارق للجماعة يعني إيه؟ وكأن هو بيفارق الجماعة بيفارق الدين ليه؟ لأن الدين جاء ليتحد الناس ليكتمع الناس فلما هو يبعد يبقى كأنه بيضيع هذا الاعتصام وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيقول حاجة مهمة أوي إن الله يرضى لكم سلاسا ويكره لكم سلاسا فارضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا واحدة واحدة إيه اللي جابي هنا بعد إن إحنا نعبد الله ولا نشرك به شيئا وكأن إيه ده؟ وكأن التفرقة والتمزق كأنه نوع من أنواع اتباع النفس وكأنه في معاني من معاني الشرك الخفي اللي إيه اللي يحصل؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواء الاتحاد يكسر النفس الأمارة بالسوء ويبعدك عن اتباع النفس الأمارة بالسوء ويخليك تتبع مراد الله سبحانه وتعالى لما تكون مع الناس ولذلك نعيد الحديث تاني مرة تانية ماذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه وأن لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم إيه؟ ويكره لكم قيل وقال تفرق وكثرت السؤال تفرق وإضاءة المال تفرق يعني ربنا سبحانه وتعالى يرضى لنا الاتحاد ويكره لنا التفرق والشقاق يبقى إذن مش هتلاقي عمران حقيقي في الحياة ولا خير إلا بأن يجتمع المجتمع ويصير المجتمع متماسك ولذلك أنا دايما بقول إذا كنا بنتكلم عن تجديد وظيفة العالم فمن أهم ما يقوم به وظيفة العالم أن يجعل المجتمع مرة تانية إلى الاتحاد يعني خليه إيه؟ يرجع بالمجتمع تاني يعمل ترميم للمجتمع اللي يرجع المجتمع ليكون متحدا لأن الاتحاد بيجدد حب الإنسان للحياة أقول لكم الاتحاد بيجدد حب الإنسان لله لأنه بيجدد فيه الأمن وينفي عنه الإحباط والكسل ودايما دايما بقول أن عمود العمران حب الحياة ورأس حكمة حب الحياة هو الاتحاد وهو حب الحياة ده بيزيد وينقص يزيد بأمل وينقص بالإحباط والكسل فقيمة الاتحاد مسؤولة عن تمتين عمود العمران وعشان كده جبناه في الخير وهو الخير ده اللي بيحقق لنا مقصد التاني من مقصد خلق الإنسان وهي العمران وعشان كده الاتحاد من أكثر المعاني اللي بتخلي الناس تدوق مدد ربنا وهو نازل على الفريق والمجموعة الاتحاد بيجعل الإنسان يخرج من الأنانية وكل المعاني اللي بتقلل الثقة وتقلل الاتزان وتطعن الإيمان في خسرته كل ما الإنسان تدرب على قيمة الاتحاد وعاش بها كل ما قلت عنه المعوقات السبعة للسعادة اللي احنا دايماً بنتكلم عنها اللي هي سمات الإنسان المعاصر اللي هي زيادة الفردانية وزيادة المزاجية وزيادة التشكك وزيادة المظلومية وزيادة الإحباط وزيادة الحساسية وزيادة العشوائية الاتحاد يجي يخلص على على الأثار السلبية لهذه الصفات السبعة الاتحاد بيجعل الإنسان أكثر ساعة فيخرج من الوسقية إنه رأي واحد وبس وزيادة هتلاقي إيه اللي حصل لازم الطائرات المتطرفة تيجي تعمل إيه؟ تمزق المجتمع عشان ما يتحدش لأنه مش هتقدر فاتفرقه أنتو سنة ولا شيعة؟ طيب المجتمع أنتو مسلمين وغير المسلمين؟ طيب أنتو ملتزمين وغير ملتزمين؟ فيتفرق المجتمع عشان يقدر يتعامل معاه يبقى إيه اللي يحصل يبقى الإنسان يبقى المجتمع لو كان متحد إيه اللي يحصل؟ بيوصل إلى خير ربنا سبحانه وتعالى ولذلك لما يكون الناس متحدين بيخرج من ضيق الحكم على الناس ويشوفوا جمال ربنا اللي أودعوا في الخلق فيتعاون الناس ويتحدوا ويعموا الخير ولذلك تلاقي الشخص دائما الطيب هو أكثر الناس استعدادا للاتحاد ويبقى الإيد في الإيد بتتقارب القلوب وتتقارب الأفكار وتتكامل الأفكار ونعيش في سعادة وتيسير وسعة وعشان كده الاتحاد شوف الاتحاد واعتصموا بحبلة يبقى الاتحاد بيحصننا الاتحاد كمان بيزود فينا الخير وبيرفع قيمته فهو بيزود فينا القوة صح والبصيرة ما بنقاش بنشوف في عين واحدة بنشوف في عيون كتيرة ويعظم كمان السمار ده بينتج وده بينتج وده بينتج فالاتحاد يعلي ده ولذلك انت عارف ان متعارف في الأسواق دلوقتي فكرة الايه الانتماج يحصل الانتماج عشان ايه تزيد الانتاجية ويزيد الايه ويزيد الحصاد يبقى إذن احنا محتاجين يبقى عندنا اجراءات بقى نعلم الناس فيها الاتحاد تعالوا نشوف ازاي عنعلم اولادنا الاتحاد وازاي احنا نفسنا ندرب الناس الموظفين في المؤسسات على الاتحاد وازاي نعلم الطلاب واحنا مع بداية العام الدراسي لازم نعلم كمان لازم يبقى فيه حاجة بتكعلم اولادنا الاتحاد عشان نخرج من تفكك المجتمع ونرجع مرة تانية الى مجتمع متماسك يستطيع انه ينتج مش هنقدر يبقى عندنا ثمار وانتاج عظيمة لازم نبني الانسان على انه متحد فيقدر ياخد قاطرة التنمية الى الامام تعالوا نقول اول اجراء اول اجراء عندنا لازم نتعود ان يكون فيه مهمة اسبعية في الاسرة او شهرية بس لازم يبقى عندنا مهمة مهمة مشتركين عليها كل فرض من الاسرة يكون لدور في ترتبة فمسأ لما نرتب حاجة بيننا عن سافر فالام تحضر الاكل ولا تحضر ترتيبات وتجهيزات السفر والاب يبقى مسؤول عن احتياجات والاولاد يبقى مسؤولين عن ترتيب بنامج الرحلة وكل واحد يبقى مسؤول وكلنا في الاخر خالص بنسعى ان الحاجة دي تفضل تخرج على افضل ما يكون فاكرين حديث الرسول اللي عليهına لما كان معهم في السفر فواحد قال انا اذبح الشاه واحد تاني قال انا اسلخة واحد تاني قال انا اطه الطعام فرسول اللي عليه الصلاة قال وانا اجمع الحطم وكأن الرسول الله عايز يجمع عنهم كل يقدر ويخليهم في حالة السعة وحالة السعادة بس لاحظ ان الرسول اللي عليه الصلاة اعتحد مع اصحابه صلى الله عليه وسلم وكمان حضرت النبي كان يتحد مع اهل بيتي فكان في مهنة شوف كده فيه وكان الرسول اللي يصنب يدخل كده فيبقى البيت كله مندمج البيت كله متحد البيت كله متفق على هدف واحد فيكون في مهنة أهلي الحاجة الثانية اللي احنا محتاجين نعلمها لأولادنا ان لما ييجي ابني يقولك على فكرة أو يقول رأيه حتى لو مش عاجبك اسمعه ونقشه بهدوء لان سماعك له ومنقشته بهدوء هتوسع صدره وخاصة مع جيل زد اللي احنا بنعيش معاه دلوقتي الجيل اللي هو جاي من خلفية التمرد جاي من خلفية التشكك جاي من خلفية وانا ليه أصدقك ومين قال ان السن بيعتبر نوع من أنواع الأفضلية ولا الخبرة الزائدة لما تسمعه واتنقشه بهدوء هو هيبتدي يفهم ان احنا نستطيع احنا مع بعض بيخليه قادر على انه يندمج معاك ويندمج معاك وممكن يتحد ويعيش معنا الأسرة كتير من الأولاد اللي قاعدين على اللابتوب 24 ساعة لأنهم مش لقين حاجة يتحدوا فيها مع هذه الأسرة احنا محتاجين نجدد ده فخلي أولادك لما يتكلموا اسمعهم بهدوء ونقشهم بهدوء ده هيخلي ابنك قادر انهم ما يخفلش وما يغلقش عن نفسه فكرة ويعتبر اني انا مش قادر اتعامل معكم لانه انت قابلته بالتقبل فيطلع احسن ما فيه ويضيف ويبقى سهل انه يعيش بقيمة الاتحاد وقيمة الأسرة الجامعة آخر إجراء انا شايف انه مهم جدا جدا ان احنا نعلمه لأولادنا ان في الآخر خالص احنا لازم نتعلم من بدري جدا جدا حاجة اسمها توزيع المهام والأدوار يعني ايه توزيع المهام والأدوار ان احنا في الحقيقة كل واحد فينا عنده دور في البيت بيجمعنا غير مسألة ان احنا لما يكون عندنا رحلة نعمل كده لا كل واحد فيه دور يعني انا لازم الابن يتعلم انه كونه طالب فده جزء من منظومة البيت فهو كونه طالب فهو بيعمل ايه مفيش مانع ان هو يبقى دوره ان هو يعرفنا الأشياء الحديثة اللي بيوصل اليها مفيش مانع ان الطالب دوت الابن ده ان يعرفنا ايه الأحوال الجديدة اللي موجودة في المدارس او جدا اولادي اللي في الجامعة كمان يبقى لهم دور ان هم يعرفونا ايه الأشياء وايه الأفكار اللي بتحصل ويبقى عندنا ندوة اسبوعية لقاء اسبوعي لقاء اسبوعي بنعمل ايه؟ بنجتمع عشان ثقافتنا تبقى واحدة اقصد ثقافتنا تبقى واحدة انه يبقى بيننا مشترك يبقى احنا لازم فيه اجراء لازم يبقى فيه لقاء مشترك نتحد فيه على فكرة عشان نقدر نقرب من بعض وكمان البيوت تبقى اكثر صلابة واكثر قوة العمل المشترك اللي هو يتعلق بالثقافة شيء مهم ولو ما كانش عندكم عمل مشترك انا باقترح عليكم ان تجيبوا الاربعين النووية اللي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد ييجي في لحظة من اللحظات يقرأ الحديث يقول هو فهمه قد ايه؟ وتشوفوا ازاي هتستطيع انه انتوا تطبقوه ويريد كمان يبقى في المجلس ده كمان صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لانه اكتر حد علمنا ان الاتحاد باب من ابواب اخراج الجمال الذي اودعه رب العباد في كل العباد يا رب اجعلنا من اهل الاتحاد اللي يخرج اجمل ما فينا ويحصن قلوبنا من الانانية ويحصن قلوبنا من الاهواء ويجعلنا في صلابة ليست بحولنا وقوتنا ولكن بمدد من جمع هذه القلوب واللف بينها يا رب اجعلنا على الدوام من اهل الاتحاد مبارك لنا في اوقاتنا واجعلنا نعرف قيمة القيم في حياتنا وان ما لا قيم له لا قيمة له فاجعلنا لنا قيمة بنظرك الينا يا رب العالمين بعد الفاصل التقم مع حضراتكم عشان اجيب على اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل ده جعلنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي هي في الحقيقة جسر من نور بيربط بنا واجعلنا دائما حضرين في مجالس العلم ومجالس الزكر اللي دايما ان شاء الله تكون محفوفة بالبركات وبالانوار واصلة للرحمن سبحانه وتعالى بالنور والفتح والتوفيق والسداد معانا اول اتصال الحاج احمد من القاهرة يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك دكتور نعمة وفضل الحمد لله بقولش عدتك كان ليه قطع طرد في البلد طي وليه عمي هناك فوكالت ليه ان هو يبعهالي طي فبعهالي حددت له السعر ولا حاجة لا ما حددت لهش السعر هو بعهالي واداني فلوسها وبعد كده اكتشفت بعد كده ان هو باعها بسعر اعلى بالرغم ان انا اديته فلوس صمصرة زي صمصرة او كده وخد من الراجل اللي هو باع له خد منه صمصرة واكتشفت بعد كده ان هو اكتشفت من اين يا حاجة من الراجل اللي هو بعهاله مجالز الراجل ما بقى مش صادق يعني لا لا هو صادق طب في عقود في عقود اه مش انت وقعت استنى بس العاد مكتوب باقل من السعر عشان بتحشب عليها ضرائب وكده طيب يعني 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 طب وليه يعني واحد كدب زور انا ياسف يعني الكلام اللي انت بتقوله ده واحد زور على الحكومة فانت مصدقه ان هو عمل كده مع عمك فعمك خانك ما انا لسه مكلمتش عمي انا لسه مكلمتش عمي استغفو الله العظيم يبقى الكلام دوت ده سوق ظن ده اسمه ايه سوق ظن واللي قال كده ده شخص خبيس بيوقع ما بين الناس الراجل ده اللي قال لك انا بعتب اكتر من كده الراجل دوت احتمال الكذب فيه اكتر من احتمال الصدق ليه لانه قريدي هو عامل كذب هو كذب هو بيقولك انا كذاب كتبت العقد برقم وانا ديت لعمك رقم طيب هو جاي يقولك كده ليه انا سألتش نفسك هو جاي يقولك كده ليه عشان يوقع بينك وبين عمك انت بقى بتسألني ايه حكم عمي انا ما اقدرش اقولك حكم عمي انا استطيع ان انا اقولك دلوقتي ان انت تجتنب كثيرا من الظن وان ظنك السوق ده في عمك حرام لان انت دلوقتي عندك واحد الخبر والراجل ده متهم لانه هو اصلا كذب في هذا العقد هو بيقولك انا كذاب فازاي هتصدقه فانت تروح عايز تتبين خلاص ده هذا شخص جاءك بايه بخبر فتبينوا ان تصيبوا قوما به بجهالة فتروح حضرتك اه طبعا طبعا ولا تبقي لنفس الامارة بالسوء مدخلا في قلبك ولا تحكم على عمك بانه خانك من الان واستغفر الله ان جار ذلك على قلبك خلاص رب نفتح عليك حجاه معنا الاستاذ طارق من اسيوت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا دكتور نعمة وفضل الحمد لله ربنا يزيدك بجد يعني ربنا يزيدك انت والفريق بتاعك الله يرضى عنك الموضوع جميل جميل فعلا يعني يعني ما شاء الله لو فتحنا فيه مش يخلص يعني ما شاء الله اهم حاجة في الاتحاد ده يعني انا نلاحظ وكويس ان البرنامج لحضرتك الاعداد جابوا الراجل قبل مني ان كل واحد يعني حاليا زي مبارح الاستاذة اللي كاد بتتكلم اني شافت جوزها سمعت جوزها بيتكلم على الفيس والكلام ده فبص حضرتك يعني الاتحاد ده انا عايز اقولك انا ملاحظ ان الناس اهتموا جدا جدا بهذا الجواب على هذه المرأة لانهو في الحقيقة احنا دايما احنا شطرين جدا 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 ان احنا نحسب قد ايه الناس اساءوا الينا لكن احنا الحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى امرنا بل الانسان على نفسه بصير ان كل واحد فينا ينظر قد ايه هو بيساهم في اعانة الانسان على اعانة الشيطان على اخيه فده شيء مهم اتفضل استطاع ما شاء الله هو حضرتك بس ايه النقطة في افهم تمام واعمل مش افهم واسمع واعملش بمعنى ايه يعني الاتحاد ده لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جات الشاه اتدبحت قال لنا انا اسلخ انا اتبح وانا اسلخ وانا اطع وانا اطبخ هو النبي صلى الله عليه وسلم برضك شورك ان هو يلم الحطب صحيح صحيح الكلام ده وبعض الناس يقولوا ان جمع رسول الله للحطب كان اقل عمل من الاعمال الموجودة انا مش موافق على ده لكن انا موافق ان هو العمل الذي يكم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم انما بوعست لأتمم مكارم الاخلاق فعمل ده حضرت النبي تمم بيه مكارم الاخلاق فهو بيعمل هو بيلم الحطب فهو بيعلمهم حاجة من اعلى درجات المكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم بيه بيه او امي صلى الله عليه وسلم مصبوب انا شاكل لحضرتك على مدخلتك استاذ طاري عند حضرتك سؤال انا خلاص انه عشان بس غيري ياخد هو سؤال بس حضرتك تفضل في حالة الصفر الصلاة القبلي البعضية يعني يعني حضرتك المغرب وقت المغرب وهتصلي العشاء تمام تقديما يعني هو يا سيدي في السفر الجامعة التقديم وجامعة التأخير متساوي مصبوب يعني انت عايز تصلي جامعة تقديم عشاء عشاء في الوقت ده تصلى قصر اه طبعا تصلى قصر يعني انت لو صلت في السفر وانت عندك ثلاثة ايام غير يومية الدخول والخروج هتصلي مع المغرب المغرب سلاسة ركعات ثم تصلي العشاء لان القصر لا يكون الا في الصلوات الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء هي دي الصلوات اللي فيها قصر فقط لكن باقي الصلوات هي على حالها صلاة الفجر وصلاة المغرب اتنين وثلاثة يبقى ايه اللي بيحصل بنرجع الى ان الصلاة الرباعية تبقى صلاة صنائية وتجمع الى صلاة المغرب فيكون ده اسمه جامعة تقديم وده على السواء نعم معانا الاستاذة منادة من القاهرة عاية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا شيخنا نعم وفضل الحمد لله لو سمحت يا شيخنا هو جوزي عنده كتعة ارض زراعة يعني طي وبعدين هي دي ملكينا احنا طي اخته اخت جوزي كان ليه يعني جوزي دوت كان عليه ديون ليها كان عليه مبلغ يعني طي فعلت له بيع الارض عشان هي محتاجة الفلوس ومعيني جوزي دوت ليه ارض تانية ورسة وانا قلت الجوزي تصرف في الارض اللي هي بتاعت الورسة وصيب الارض بتاعتنا عشان بتجيب لنا اراض يعني عشان نايش به طي جوزي المهم سمع كلام اخته فضلت تذن عليه وتيجي تعايسه كده وبعدين بيع الارض طي انا كده علي زم ان انا بقوله معين انا في نيتي وربنا يعلم نيتي ان انا في نيتي ان هو يفد الدين انا عايزا يفد الدين لا انا عندي انا اجاوبك على السؤال ده اجاوبك على السؤال ده وانصحك نصيحة الجواب على سؤالك يا موندى اول حاجة ان انت ما كانش عليك يا اسم انت كنت بتنصحيه لكن عايز اقولك حاجة ان الارض اللي هي على المشاع عشان تتباع بتاخد وقت اطول وهي لو كان لها دين حال فهو لازم يسدد لها الدين لان خلاص يا صاحبة الدين فاذا ما كانش عنده مال غير المال اللي هو بتاع الارض الحاضرة دي فهو تصرف تصرف صحيح يبقى هو الارض دي لازم يحصل فرز وتجنيب وبعد كده يحصل بيع او ان اللي هيجي يشتري يشتري الارض دي على المشاع وكتير من الناس ما بيحبوش يدخلوا في الاراضي اللي على المشاع دي يقولك يدخل في مشاكل ورسة وكده لكن اللي انا عايز اقولهولك بقى ان انت قلت عبارة ماينفعش الشخص اللي بيشتغل ان هو اخد بكلامها وما اخدش بكلامي بلاش كده زوجك تصرف كاي رجل بيحترم الوفاء وقضاء الدين وربنا هيبارك له لانه ايه اللي حصل لان من اخذ اموال الناس يعزم على ردها بارك الله سبحانه وتعالى له واعانه على قضاء دينه جوزك عمل تصرف تصرف راجل نبيل ان هو الحل اللي قدامه لما حد يكون محتاج لاموال ادهوله فانا رأيي ان انت ما تعملهاش كده انا ولخته لا جوزك تصرف تصرف قيمي اخلاقي وعشان كده اوعي نفسك الامارة بالسوق تقولك ان انت كده جوزك حبه قليل في قلبك لا ده الراجل بيعمل عمل قيمي محترم فلذلك انت لازم تتفهمي ده وما تخليش لان هو ده المداخل اللي بيدخل بيها ابليس اللعين وبتدخل بيها النفس الامارة بالسوق ايه اللي حاصل ده قدم كلام امه لا هو مقدمش كلام امه هو التصرف التصرف ان الراجل النبيل يتصرفه لما يكون عليه دين لما يكون عليه دين وصاحب الدين الدين حل خلاص وصاحب الدين هو محتاجه الان عليه ان هو يتصرف ويعطيه دينه ولا يؤخر عليه فنصحتي ديكي ما تخليش هذا الكلام يقلل مكانة زوجك في قلبك معانا استاذ عامر من الشرقية اه يا فندم تفضل يا فندم اه كنت عايز اقول لحضرتك يا فندم انا عندي مشاكل عائلية كده مع زوجتي وزا ما تقول انا حاولت في قدر الامكان انا حل مرة واثنين 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 بتاقب وبعدت ناس وانا روحت بنفسي ووالدي راح اه انا كان عندي اخطاء كان عندي اخطاء والحمد لله من فضل ربنا عادت مع نفسي ومعها وحاولت ان انا صلحها وصلحت من بعض صلحت منها كتير يعني ويعني حصلت خلال ان انا كنت بصلح ان انا كنت بصلح المشاكل دي كلها حصلت مشكلة بيني وبينها على حاجة يعني ان انا كنت والدتي كانت محتاجها شوية كان قبل العيد بيومين مسلا قبل عيد الكبير طلبت منها يا فندم وعادت لقى مش راحة وبطريقة مش كويسة وشتيمة وغلط واشتوه ما كانتش كويس يعني اه كان ربض الفعل بتاعي ان انا سبتها ومشيت وبعدين هي كانت طلبة مني طلبت انا على هذا الاساس انها رفضت منها تسمع تلين ومرضت شده لها كان معايا كان معايا بس رد فعلها ليا خلاني ايه اه اتزمت معاها اه اللي حصل يا فندم خلت بعضها وفتحت باب البيت ومشت من غير ما انا اعرف والدي اتصل على والدها قالوا لا محدش يجيلي عم الحجب ومش يجي ما علينا المهمة حصل تطورات في الامور اه رحت مرة واثنين وتلاتة استاذ عم استاذ عمرitic حاج انا راجل شغلتي في الارشاد الزواجي كل اللي حضرتك كل اللي حضرتك بتلفهولي كده زي ما courageERE بتلفهولي في سليفان وتركينه على جم وتلفهولي وتركينه على جم وتلفهولي وتركينه على جم كل الحاجات دي حاجات مؤسرة جداً جداً في اللي انت هتسأني في اسأني في اللي هتسأني فيه و بعد كده هقولك الحل يكون ايه لكن اسأني على طول اللي بتسألني فيه. لان كل الكلام ده انت حضرتك عايز تخلي زهنياتي ان تروح لان الست بتخرج من مغير اذن جزء. صح كده? صح كده? وايه تاني? اه. وفي غلط في اعنات يا فندم وفي الحل بتاع حضرتك الحل بتاع حضرتك بص اقول لحضرتك لازم افرق في مسألة حضرتك ما بين حكتين. اه يا فندم. ما بين حسن الخلق والعشرة بالمعروف ما بين الزوج والزوجة? وان انا نزل الكلام ده على حالة حضرتك. ليه? اي حد يهين شريك حياته سواء كانت الزوجة او الزوج فده حرام شرعا. لان الله سبحانه وتعالى امر الطرفين. وعشرهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وعلى الزوج الاحترام والطاعة. وعلى الزوجة كمان ان هي كمان تكون عندها طاعة رشيدة وطاعة فيها نوع من انواع الحكمة. طيب. ايه اللي بيحصل? احنا بنعمل شوية حاجات انت حضرتك قلتلي فيه اخطاء وفيه كزا. طيب. احنا بنتجاوز ده كله. وننسى الاسر للنفسان اللي بيحصل ما بين الزوجين. وننسى ده كله. وبعدين نجي للزوجة نقول له ايه? نجي للزوجة نقول له ايه? طعيني. وكأن احنا بنتربس بها وبنحطها في حالة صعبة عشان تقع في الخطأ. وهي نفس الكلام. تكون هي محسسها بالوجع. وافسد ما بينه وبينه امه. بعدين بتقول له ايه? لو سمحت خليك حناين معايا. واستوصل بيا خير. مش معنى كده ان انا بقول ان ده تبرير. انا بقول ان ما يكفيش بس ان انا اعرف الحلال والحرام وكل واحد يروح مطبق الكلام ده. فيقول هي قاسمة او هو قاسم. لا. في مشكلة نذهب الى جزر المشكلة ونحله. انا شاف ان جزر المشكلة في الحقيقة هي مسألة ان حضرتك كنت محتاج تقدير واحترام من زوجتك ولم تحصل عليه. فإن لا حاصل? فانتقمت منها لانها لا تعطيك احترامك وتقديرك. فانتقمت منها زي ان انت ما جبت لعيش الحاجة دي. ان الحاجة دي ممكن تكون هي حاجة في البيت. هي مش تعرف تطبخ بيها ولا تعرف تاكل ولا تعرف تشرب. فانتقمت منها. فالانتقام حرام. لان الانتقام في جزء من الظلم. اذا كانت حقها. فحضلك ظلمتها. زي ما هي اساءت ليك. وظلمتك حقك لما ما قددكش الطاعة. وقددكش التقدير الكافي ليك كسند وكرجل. هي كمان اخطأت. يا سادة. هكرر الكلام مرة تانية. لو سمحتم. احنا دايما الناس بتيجي للمشايخ على الهوى. او يكلموهم على الهوى. ويحاولوا يعملوا ايه? يحاولوا يجيب سبوع سبوع الشيخ ويحطوا عشان يتهم فلان دوت بانه عاصي او هي ناشز او هي او هو والعزب الله راجل قلبه ظالم. انا بحظر المشايخ. وبحظر اللي بيشتغلوا. اوه تقع في الفخ ده. لان في حاجات ما ينفعش ان انت تجاوب عليها غير ما غير بوجود الطرفية. لكن انت لو حديك بتسألني على خروج المرأة من غير اذن زوجها. اذا كان هو محسن اليها وهي مش خايفة على امانها. ما ممكن الست تكون تترك البيت لاني خايفة ان هي تتأذي. واحد ممكن يضربها ويعورها ويأذيها. هاجا اقول لها افضلي هنا لغاية ما تموتي. اكيد مش هقول لها كده. يبقى ايه زن? اذا خرجت من غير سبب. اه طبعا. لا يجوز لها ان هي تخرج بغير سبب. لكن اذا خرجت بسبب ان هي خايفة على نفسها. انا مقدرش اقول لها ان واحد احنا عندنا مقصد اول من مقصد الشريعة وحفظ النفس. انتو فاهمين انا بقول لكم ايه? يا سادة. مش المهم مين دايما اقول كده. في المشكلات الزوجية مش المهم ان احنا نبحث عن المخطئ. لكن الاهم ان نبحث عن الحل. وده شيء مهم لازم نتعلمه. استاذ عبدالسلام من اسكندرية. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة البركاته. بفضل يا استاذ عبدالسلام. انا عندي مشكلة مع بنتين بناتي. اه. سنهم كام? اه واحدة اربعة وثلاثين ومتجوزة وعندها ثلاث اولاد. بقى لها ست سنين. والتانية اربعة وعشرين ولا كامل? خمسة وعشرين. طيب. ممكن اتمنى على حضرك ان حضرك توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون. تمام تحت امرك. طيب. الاولانية متجوزة وجوزة محترم وقويش وبنناس وبيخاف عليها. بس ازن المشاكل ازن المشاكل دي قبل الجواز. يعني المشاكل دي من زمان. لا 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 المشاكل دي بعد الجواز حنك. يعني المشاكل دي بقت عندك بعد الجواز. ايه بقى نوع المشاكل? النوع المشاكل ان هم لو عاشوا شعرك ويسيني وعدوا خمسة وشهر مش كويسين. دي ما ازن 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 دي مش عندك مشاكل مع بناتك. عندك مشاكل عندي بناتك. اه يبقى مشاكل عندي بناتك. اه. ايوة ايوة. فالكبيرة عندها تلت اولاد ووزة محترم وبيشتغل وبيصرف عليهم كل عالية. بس الجو عندهم بيحصل فيك عبلة. ويحصل المشاكلات. اه يشدوا مع بعض ويسيبوا البيت واضربوا بعض. فيه ناس تبديا. عليك بقى ست سنين. فيه ناس اعلم يعمل لهم حاجات بقى وسحر وفي المقابر ويه ويه ويه. فاحنا بقى ست سنين في الموضوع ده نعمله ايه. اقول له حضرتك نعمله ايه. اه عايز تكلم على اه بنتك اللي عندها خمسة وعشرين سنة كمان متجوز وعندها نفس الاحوال? لا مش بتجوز وعندها نفس الاحوال. هي كانت مخطوبة وفكنا الخطوبة. اه. فالناس 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 اخدوا البيت كده ايه? مع بعض كله? البيت كله معمول له عمل وكلام ده. اللي قالك كده ده نصاب. لا لا. ده دي في مكان ودي في مكان حضرتك. طيب انا بس بقول لك اهو. اللي قالك انهم معمول لهم عمل ده نصاب. ولا معمول لهم عمل ولا يحزنون. انا ليه قلت ان هو اه 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 يقفل? معانا لأستاذ عب السلام ولا مش ولا ايه طيب ليه بقى لأن احنا لما بنقول كده للناس ايه اللي حاصل الناس بتقولي ازاي الكلام ده ومش السحر في القرآن ايه صحيح السحر في القرآن مع السماوات في القرآن والارض في القرآن وعصى سيدنا موسى في القرآن وعيون سيدنا موسى موجودة في القرآن وكل حاجة في القرآن لازم تكون عندي فيتي ابدا هو ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان احنا أصلاً يا أستاذ عبد السلام هو بيكلمني أنا عتدت تلات أسباب من أسباب الخلافات الزوجية هو بيكلمني بس يعني هو بيحكي لي أول حاجة مسألة بسيطة خالص هو بيقول لي إن هم متجوزين بقالهم ست سنين وعندهم تلات أولاد يبقى إيه اللي حاصل يبقى بنته بتخلف وتقعد ما بتكملش الرضاع وتخلف تاني فده معناه إيه معناه إن فترات العيش المشترك والعيش الهادئ والعيش غير المضغوط ما بينها وبين زوجها وليلة إضافة إلى الأعباء اللي حصلت لهم في مدة ست سنين فده ما فيش تباعد ما بين الحمل فايدة التباعد ما بين الحمل في الظروف اللي إحنا فيها دي إن تخلي الناس بالتعبير المصري كده تشم نفسها وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لمرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ملاطيق فالراجل عايز يعيش مع زوجته ويعيشه شيء من اللطف لكن هو كل شوية لا ينقطع عن البيت البكاء الأطفال الصغار والأعباء والحمل وتكلفة الحمل طيب ما لازم يبقى فيه المشكلة دي أما بنت حضرتك اللي هي عندها 25 سنة واتخطبت وفركشته يا أما بيحصل الكلام ده أنا بعجب من الناس بشدة إن الناس تيجي تقول إن الناس ما بقاش عندهم اتزان ويا الناس يمكن 3-4 الناس عندهم اضطرابات نفسه فلما يحصل في العلاقات إن واحد النهاردة يبقى عنده ميزاج لطيف فيكون عايز يتقارب وعايز يتجاوز بنتي أو بعد كده يفركش نستغرى بالكلام ده إحنا محتاجين نعمل حاجة تانية بس إحنا محتاجين نفضل وثقين بمدد ربنا ونفضل عارفين إن ربنا لن يدعنا وعشان نكون وثقين بده لازم ناخد الخطوات الإيجابية عشان نعمل ده ابنك وبنتك حاجة عبد السلام بنتينك البنت الأولانية هي محتاجة تروح لجلسات الإرشاد الزواجي وتروح لخبير في العلاقات الزوجية للأسف الحالة بقت تفاصيلة واضحة إنها صعبة ولازم نرفع إيدنا عن بيوت أولادنا وما نتدخلش فيها ونسيب فرصة لأولادنا إنهم يعيشوا ويجربوا لكن تقييمنا للأشياء قد يكون مخالف جداً لإمكانية أولادنا خلينا ندي لأولادنا فرصة إنهم يجربوا ويعيشوا ونبقى إحنا ننتقل من حيز المسؤولين إلى حيز المستشارين لأولادنا فقط لإن أولادنا عبيد لله زي ما إحنا عبيد لله يا رب أكرمنا واجعلنا دايماً من أهل الاتحاد على الخير والاعتصام بحبلك يا كريم يا ودود واجعل الاتحاد يخرج أجمل ما فينا لكي نوحد الواحد سبحانه وتعالى جماعةً ونكون دائماً مجتمعين على حب الحياة الذي يفضي إلى حب الإله سبحانه وتعالى أكرمنا بمددك يا كريم يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة